نروح لخبر آخر من وزارة الداخلية لا يقل أهمية مركز الإصلاح والتأهيل يستقبل وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان استقبل مركز الإصلاح والتأهيل بضمنهور وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان للاطلاع على مرافقه ومنشآته والرعاية المقدمة للنزلاء والبرامج التأهيلية داخله لإصلاح وتأهيل النزلاء بهدف دمجهم في المجتمع وفقا لمعايير حقوق الإنسان التي تم مراعتها عند إنشاء مركز الإصلاح والتأهيل الجديد هل نشوف تأرير وتفاصيل مهمة فيه وأرجع لحضراتكم مرة أخرى شهدت مراكز الإصلاح والتأهيل طفرة كبيرة على المستويين الإنشائي والتأهلي للنزلاء لتتماشى مع سياسة الدولة نحو التطوير وتوفير سبل الرعاية التي أقرتها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان واستمراراً لسلسلة الزيارات التي تستخدمها مراكز الإصلاح والتأهيل للاطلاع على أوجه الرعاية المقدمة للنزلاء فقد قام وفد من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان بزيارة مركز إصلاح وتأهيل ضمنهور الجديد الذي تم إنشاؤه وفقاً للمعايير الدولية في مجال السياسة العقابية بدأت الجولة بتفقد الوفد لأماكن زيارة النزلاء وحرص على الحديث مع النزلاء وزويهم للتعرف على أحوالهم معيشية وأوجه الرعاية المقدمة لهم داخل المركز وفي المركز الطبي المتطور تجول وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان داخل العيادات الطبية المجاهزة بكافة التقنيات الحديثة التي توفر للنزلاء دعاية طبية متكاملة في كافة التخصصات فلسفة الإصلاح والتأهيل الجديدة اللي بتتبحها وزارة الداخلية فيها طفرة نوعية من حيث الإمكانيات اللي موجودة في مراكز إصلاح والتأهيل الجديدة زائت السياسة نفسية من حيث تدريب العنصر البشري والاهتمام بالنزلاء في أن يتم تأهيلهم وتدريبهم وتقديم الخدمات الرعاية الصحية وانتقل الوفد إلى أماكن تأهيل النزلاء التعليمية والسلوكية حيث حرصت الوزارة على تضييق برامج اجتماعية متطورة لتأهيل النزلاء وتقويم سلوكهم من خلال ندوات تسقفية ودروس دينية مع الاهتمام بالجوانب التعليمية ومحو الأمية إضافة إلى مكتبة تزخر بالعديد من الكتب المتنوعة في مختلف التخصصات عمليات التأهيل وعمليات التعليم المستمرة خاصة في الورش أو محو الأمية ده أصبح إطار من الإطارات الرئيسية اللي بتسعي إليها مزارة الداخلية في الوقت الرهن وتعمليات تأهيل مستمرة بحيث أن احنا نضمن أن هؤلاء النزلاء بعد خروجهم من تقضية فترة العقوبة أنهم يكونوا صالحين للاندماج في المجتمع استحداث دور العبادة الدينية للمسيحيين يبقى فيه كنيسة داخل المؤسسة العقابية أو مركز الإصلاح فده شيء متطور وكذلك الأمر فيما يتعلق بتعليم القروناء وفكرة أن الشخص اللي هو حاصل على مؤهل هو بيعلم بإيد زميله كما تابع الوفد أساليب تأهيل النزلاء مهنيا من خلال فصول تعليم الحرف اليدوية وأماكن ممارسة الهوايات كالرسم والموسيقى وشهد جانبا من المنتجات التي قام النزلاء بعدادها هناك تغير تماما في حقوق النزلاء وهذا بمثابت ما أراده السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وأيضا تطبيق المواسط الدولية من أراد أن يرى بفم العين فليأتي إلى مركز التأهيل زيارة اليوم بتؤكد على أن هناك تطور كبير في قطاع الحماية المجتمعية هذا القطاع الذي يدشن كل فترة مركز إصلاح وتأهيل جديد اليوم في ضمنهور أعتقد أننا شاهدنا تطور آخر ونقلة نوعية جديدة الزيارة المتعددة التي تستقبلها ملاكز الإصلاح والتأهيل تثبت مدى ما تتمتع به من إمكانيات وخدرات الليجستية وبرامج اجتماعية وتأهيلية لتأهيل النزلاء وفقا للمعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان بما يمكنهم من إعادة الاندماج في المجتمع